استجابة للضغوط الدولية ام اقرار بالخطأ والتعويض عن اضراره سؤال ينتظر اجابة واضحة من تحالف دعم الشرعية في اليمن بعد اعلان استعداده تعويض المتضررين من غاراته الجوية الاعلان عن تعويض المتضررين اتى من الخارجية اليمنية التي اكدت وجود اتفاق بين الحكومة والتحالف على تعويض المتضررين وقالت الخارجية في بيان لها ان مقر قيادة القوات المشتركة التابعة للتحالف شهدا عقاد اللجنة المشتركة لمنح المساعدات الطوعية للمتضررين في اليمن واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءة انتهاكات حقوق الانسان اقرت فيه اللجنتان الية منح المساعدات للمتضررين جراء العمليات العسكرية للتحالف بحسب الخارجية فان صرف المساعدات للمتضررين من عمليات التحالف سيبدأ خلال اليومين القادمين من قبل فريق مختص بناء على حالات تمت دراستها من قبل اللجنة الوطنية إلا أن مصدرا في اللجنة الوطنية اليمنية نفى لقناة بلقيس وجود اتفاق على آلية تتضمن معائر الدفع أو حجم التعويضات كانت تقارير دولية ومنها تقارير منظمات تابعة للأمم المتحدة قد اتهمت السعودية والإمارات بارتكاب جرائم بحق مدنيين نتيجة قيامها بغارات جوية استهدفت أماكن مدنية مما أدى لسقوط العديد من الضحايا في الوقت الذي يؤكد فيه ناقدون لأداء التحالف على تكراره لسياساته الخاطئة في اليمن والتي جعلت منه متهما بارتكاب جرائم حرب لكن السؤال متى سيلقى الضحايا الإنصاف والتعويض والأهم هل ستتوقف الغارات عن حصد ضحايا جدد